بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الكريم الجميل وحسبنا نعم الوكيل صلى الله وسلم وبرك على سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابع من واله وسلم تسليم كثيرا وبعد فأنه يراد مني أن أجمع تاريخا في محاضرة وأن أقص خبرا عظيما لبحر محيط وأن أضعه في إناء وليس مقصودها هنا الكلام عن أبي فهد بذاته وشخصه رحمة الله عليه ولكن المقصودة هي تلك الأبواب من النظر والبصر التي فتحها لهذه الأمة وقد كانت مغلقة وقد علاها الصدق قرونا طوالا وهذا هو الأمر الذي ماز أبا فهد رحمة الله عليه فأول ما أتكلم فيه وهو أمر يتشعب فيه الكلام جدا هو النظر العربي أبا فهد رحمة الله عليه عندما ولد سنة 1989 نشأ في بيت علم وعربية أبوه الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه أحد أعلام الأزهر وكان وكيل للجامعة الأزهر وكان رئيس القضاة في السودان وكانت مصر والسودان دولة واحدة وأيضا كان أخوه كما تعلمون جميعا إن شاء الله العلام المحدث الإمام أحمد محمد شاكر أبو الأشبار رحمة الله عليه الذي حقق مجلدات كثيرة من المسند وحقق الرسالة للشافي وله قتب ومقالات كثيرة فنشأ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه نشأة عربية وقد تضلع العربية منذ الصغر حتى إن الله عز وجل قدر عليه السقوط في الدراسة في الابتدائية فخال له وقد كانت العربية كريهة إليه جدا وكانت أبغض حصة عليه حصة اللغة العربية سبحان الله وشاء الله عز وجل أن يكون هذا القلب النافر عن العربية أن يكون صاحبه شيخ العربية سبحان الله إذا أراد الله أمرا هي أسبابه ومن تلك الأسباب أن هذا الطفل الصغير سقط في دراساته وكان لابن خالة له حاجة إلى أمه إلى أم الأستاذ محمود شاكر فاقتضى منه محمود شاكر مقابل هذه الحاجة ديوانا ديوانا متنبي بشرح اليازيجي سبحان الله لقي فيه بغيته وصدى قلبه ووجد أن هناك سرا يتنامى في صدره وأصغى إصغاءا تاما إلى بيان المتنبي في تلك السنة الصغيرة يعني ربما كان في العاشرة من عمره أصغى واجعل يغضو ويروح بهذا اللسان العربي في هذه البيئة الموارة بالمجاذبات والصخب السياسة ومصاولة الاحتلال وهذه الأشياء فنمت نفسه هو كريم المحتد فإنه شريف النسب رحمة الله عليه فنشأ يستشعر هذه العربية أحب العربية أقبل على العربية وكان بيت أبيه موئلا للعلماء والشعراء والأدباء والقادة والمفكرين فكان منهم من أحمد زكي باشا وأحمد تيمور باشا وكذلك محبي الدين الخطيب وهؤلاء الناس كان له صحبة بهم وشيخه العلامة سيد بن علي المرصفي رحمة الله عليه كل هذا سبغ غصبغة عربية فنشأ عربية نظرة وهذا هو الأصل العظيم في شخصية محمود محمد شاكر أنه جاء مثالا لمعنى العربي في هذه الدنيا العربي عندما يقرأ البيان والعربي عندما يفسر الشعر والعربي عندما يصل نفسه بأبائه الأقدمين فلا يقرأ الشعر هو يلبس نظرة ما نحياه الآن لكنه يقرأ الشعر على سنن ما قاله أصحابه فوصل نفسه بهم حتى أنه عندما وقعت الواقعة بينه وبين أستاذه الدكتورة حسيني في الجامعة بسبب كتاب الشعر الجاهلي وأنه كان يلقى عليهم محاضرات الشعر الجاهلي طبعا قبل أن تكون كتابا فكان يسمع هذا الأمر الذي كان قد قرأه قبله في مقالة ماركوليوث فرأى أن أستاذه سرخ هذه المقالة ونسبها إلى لسانه وأدارها ببيانه فسقط عنده معنى الجامعة ومعنى الأستاذية فهجر مصر كلها بعد محاولات من أستاذته ومنهم الدكتورة حسين ونلين ومستشرق الإيطالي هؤلاء الناس جميعا لكنه أباء وتوجه تلقاء الحجاز ما الذي حمل محمود محمد شاكر إلى ديار الحجاز ولم تكن ساعتها يعني ديارا فيها من الرفاه والسراء ما يجذب الإنسان إليها بل كان أبوه الذي يرسل إليه النفقة هناك لكنه قال مرة في لقائه بالإذاعة الكويتية ذهبت إلى أرض أبائي وأجدادي ذهبت إلى أرض أبائي وأجدادي واصطفى هذه الأماكن أماكن تنزل الوحي فكأن محمود محمد شاكر أراد أن يحيا عربيا وظل هنالك ثم عزل نفسه عن سخب هذه الدنيا وأكب بهمة عظيمة يقرأ كل ما سطره الأولون بالبيان العربي في كل فنون العلم لا يقصد تخصصا في علم معين ولكن يقصد تتبع خفق ذلك اللسان العربي كأنما كان يزيل العجمة في الفهم والنظر وفي تفسير الشعر وفي قراءة البيان عن نفسه ويسقط هذه الأغلال عن نفسه هذا هو الأصل العظيم الذي ماز الله عز وجل به محمود محمد شاكر فكان إماما ليست إمامته في كثرة محفوظه ربما يهي محمود محمد شاكر في نسبة بعض الأبيات وليست إمامته في أنه ذلك الرجل الذي يحفظ المتونة ولا ذلك الذي يقص عليك من قصص الأولين أو ذلك الرجل الذي يستطيل بلسانه لم يكن الأستاذ محمود محمد شاكر متكلما إنما كان لسانه قلمة كان لسانه قلمة وحتى إنه كثيرا ما كان يعتذل إذا حاضر أو جلس بين أصحابه من هذا يشكو أنني لا أحسن الكلام أنني أخاف أعين الناس أنني طبعت على العزلة والانطواء عن الناس وكان أستاذنا العلامة عبد الحميد بسيرنا رحمة الله عليه وكان هذا الرجل كان رجلا فذلا ولكنه قضى أغلب حياته في الكويت رحمة الله عليه ورضوانه وكان علامة مليئا أنعم الله عز وجل عليه بمجلسته كثيرا والحمد الله رب العالمين ومفاوضته والاستماع إليه والاستفادة منه فكان يقول لي محمود محمد شاكر حتى في بيانه عن نفسه وهذه يعني جملة معطردة إذا تكلم في أول الأمر سيبه سيبه يتكلم أول مرة تاني مرة برضو سيبه تالت مرة ستجده يتكلم كما يكتب يعني في بدء الكلام ربما يتاعتع يتلعثم لا يقيم كلامه على الواجه الذي يريده لكنه بعد ذلك إذا توهج فامتلأ وسقط عنه نظر الناس انطلق محمود محمد شاكر بأريحياته وعربياته ولسانه الفصيح وبينه الفز رحمة الله عليه ورضوانهم فجذر النظر في شخص محمود محمد شاكر أنه كان مثالا للعربي للعربي في خلقه للعربي في نظرته للعربي في نظرته حتى للحضارة الغربية وسأتي معنا هذا للعربي في فسره الشعر العربي في قراءته كلام رب العربين سبحانه وبحمده وكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد هيى الله عز وجل له هذا البصر العظيم من خوضه في ذلك الخوض الهائل في ذلك الميراث العظيم المتراحب من نتاج هذه الأمة المباركة في كل الفنون في الحديث في الفقه في اللغة في الشعر في البيطرة في الطب في الفلك في كل شيء يقصد من وراء هذا كله أن يصل إلى سر البيان وأن يكون صيودا يمسك تلك الأسرار المغيابة التي سترت عنا بحجاب الغيب في أحناء هذه اللغة فكان يسمع الحرف أو يبصر الحرف بأذنه أنت تعجب مثلا في كتابه الفذ الذي أقامه وكسره على قصيدة واحدة في تفسير قصيدة واحدة كتاب نمط صعب ونمط مخيف نمط صعب هو قصيدة ابن أختي تأبط شرا نمط صعب وهي كلمة أخذها من أبي عبيدن البكري رحمة الله عليه قال وهي قصيدة ونمط صعب كانت على بحر المديد ونمط مخيف هذا الداخل الذي يحمل قبعة غربية في تفسير الشعر أو نظرة غربية في الإبانة عن الشعر وهو كلام صديقه صديق عمره يحيى حقي رحمة الله عليه عندما تكلم عن كلام جوتا عن هذه القصيدة فانتفض محمود محمد شاكر ونحى بعيدا ذلك النفس الغربي وذلك النظر الغربي وقال إن جوتا شاعر عظيم بلسان قومه لكن أين هو والعربية العربية لها أصولها ولها فهمها فكان ينظر نظرا عربي كان ينظر نظرا عربي فعندما كما قلت لكم كان يبصر الكلام والبيانة بأذنه كان يسمع القصيدة يشم رائحتها يغضو في مقدمته الباذغة العظيمة التي لا نظير لها في بابها في مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية لملك بن النبي رحمة الله عليه صديقه المفاكل الجزائري العظيم ترجمة الدكتور عبدالصبر شهيد رحمة الله على الجميع في مقدمته تلك وصف حاله مع الشعراء والأدباء أنه كان يغضو معهم ويروح ينزو مع شابهم ويغير معهم يعيش القصائد يحياها فكأن صدره وقلبه وروحه صارت ميدانا لقصائد هؤلاء الشعراء كان هذا ميزانه العجيب يعني عندما كان يحقق نسبة هذه القصيدة إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل قذف العبء علي وولى أنا بالعبء له مستقل ووراء الثأر مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل إلى آخر القصيدة مطرق يرشح موتا كما أطرق أفعى ينفث السم قصيدة عظيمة جدا عندما كان يستعرض تلك النسب التي اشتبكت في نسبة هذه القصيدة ومن يقول خلف الأحمر يقول لا وأبطل هذه النسبة تماما ومن يقول وهذا هو موطن الشاهد ومن يقول إنها لتأبط شراء قال وهذا ليس من شعر تأبط شراء هذا ليس من شعر تأبط شراء هذا ليس نفس تأبط شراء هو تماما عندما خلص له ذلك الذوق ذوق الأئمة عندما يشف قلب الإنسان كما قال سيدنا أبو عبدالله الشافية رحمة الله عليه من تعلم العربية قوية حجته ومن تعلم الشعر رق طبعه يعني شف وصار طبعا شفيفا مرهفا وكان الأستاذ الشعر الكبير محمود حسن إسماعيل كان إذا تكلم عن الشعر وكلاهما شخص واحد محمود محمد شاكر ومحمود حسن إسماعيل كأنهما شخص واحد إذا رأت أن ترى الواهج الذي عند محمود محمد شاكر تجده في قصائد محمود حسن إسماعيل فكان محمود حسن إسماعيل يقول أطل الإصغاء لصوت الشعر في نفسك كان يقول للذين يريدون أن يكتبوا الشعر أطل الإصغاء لصوت الشعر في نفسك لا تكتب ما يأتي إليك مباشرة بل اصبر على المعنى حتى يتنام في نفسك حتى تمتلئ به نفسك حتى يخرج حيا متكاملا فيكون بيانك عنه بيانا آسرا مفارقا سمتا الذين يبينون بيانا عاريا مغسولا من المعنى فمحمود محمد شاكر يعيش الكلام ووصف هذا المعنى في مقدمة لسالته في طريق الثقافة أنه كان يروز الحرف ويقلبه ويحياه ويشمه ويجد رائحته هذا الزوق هو نفسه زوق الأئمة المحدثين الذين كانوا يكشفون علا للحديث فيأتي الآتي إلى أحد العلماء إلى محمد بن مسلم نوارا مثلا رحمة الله عليه ذلك الإمام النقاد فيقول له كيف تهتدون إلى علة الحديث كيف هي علة الحديث يقول له أن تأتي إليه فتسألني عن حديث فأقول لك علته فتذهب إلى أبي حاتم فيقول لك نفس العلة فتذهب إلى أبي زرعة فيقول لك نفس العلة فسأله الرجل عن حديث فأجابه أن في هذا الحديث علة كذا فذهب الرجل بنفس الحديث إلى سيدنا الإمام أبي حاتم شيخ النقاد فقال له العلة كذا علة الحديث كذا يذهب إلى أبي زرعة علة الحديث فالرجل سبحان الله أشهد أن هذا العلم إلهاما هذا العلم كالسحر عندما يخالط العلم عندما يخالط البيان أم شاج الإنسان عندما يصب في أعصابه يسمع الحديث يسمع القصيدة يسمع الشيء يعرف من هو يعرف نفسه يعرف رائحته يعرف لمن ينتسب فينفيه عن غير صاحبه فينفيه عن غير صاحبه لذلك يستقيم لأئمة كثيرين أن يأتى إليه الآتي فيقول له هذا الحديث يقول ليس عليه نور النبور لماذا؟ لأنه طعم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقه بيانه عاش معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فحيا بهذا المعنى فمحمود محمد شاكر وهذا الذي مازه عن جمهرة العلماء أنه أعاد إلى القلم وجهه العربي عاد إلى فقه الشعري وإلى فقه البيان وإلى فقه كلام الأئمة وجهه العربي ونزى عنه العجمة المحدثة والكلام المحدث ما معنى هذا الكلام؟ أن محمود محمد شاكر عندما كان يتصلط على فسر بيت من أبيات الشعري أو إلى تعليق على بيان أو إلى تحقيق كتاب كان دائما يقرأه قراءة عربي حتى عندما يفسر حدثا سياسيا مثلا أو عندما يتكلم مثلا عن حاملة نابليون ويتكلم عن عبد الرحمن الرافع رحمة الله عليه فيقولوا اقرأ هذا الكلام ولا تقرأ بعين عربية تبصر ما تقرأ ولا تقرأه بعين مدجن عين عربية كان يحيى بهذا النفس العربي وانظروا إلى الكلام نظر العربي وكان ينفي عنه كما قلت لكم صفتين ينفي عنه الدخل الذي جاءه من علم الكلام من محدثات يونان فحكم كثير من الناس المنطق وحكموا الكلام والاستطالة بالكلام في فسر الشعر وفي البيان وهذا أجنبي عن العرب ليس هذا سمت العربي في البيان لا في الإبانة ولا في تفسير البيان وكذلك نزع عنه أيضا العجمة فيأتي فيقول هذا الكلام لا يعرفه العرب أصلا لا يعرفه العرب ما شواهده هذا شواهده كثيرة عندما مثلا أتكلم عن قضية الكلام مثلا في دراسته لقضية الإعجاز التي لم يكملها والله المستعان والأستاذ محمود محمد شاكر كان بارعا في إثارة الحسرات لمن خلفوه فالأسف ترك مشاريع كثيرة كتفسير الطبري وكتاب الشعر وكتاب الأحرف السبعة وكثير من الأشياء لم يكملها رحمة الله وكان ملولا وكان في بعض الأحيان يعني تحمله شرة أخلاقه على ترك شيء أقبل عليه متوهجا حارا ثم انطفئ انتفاءة الأبد فيبتعد عنه فتلاقي مثلا الأستاذ محمود محمد شاكر في تعليقه مثلا وهذا مهم جدا أنه نازع صولجان الكلام من يد الجاحث الجاحث الذي كان يستطيله على الناس ويجلس على عرش البيان عند كثير من المتقدمة لا محمود محمد شاكر كان لا يريد أن يتعلق الناس هكذا بالجاحثة لماذا؟ لأنه يرى أن الجاحثة صبغ البيانة بالكلام وجعل الكلام يعني الكلام المحدث كلام الفرق وذي الأشياء جعل الكلام مهيمنا في النظر إلى إلى الشعر والعربية وأعاد مثلا أن واحدا كأبي جعفر من جليل الطبر رحمة الله عليه ورضانه هذا أسبق في فهم الشعر وأعلم بالبيان من الجاحث وهذا ربما لا يكون معتادا عند ناشئة متأدبة أنه إذا أراد البيان يذهب إلى الجاحثة أو إذا أراد مثلا سطر الكلام يقلد الجاحثة في بيانه لا فمثلا الأستاذ محمود محمد شاكر رحمة الله عليه يتكلم في تفسير الطبر تعليقا على كلام الإمام ابن جريد طبر رحمة الله عليه في بيان النفيس أن ابن جريد طبر رحمة الله عليه يقول أن الرجل قد يتكلم عن جماعة أو يتكلم عن فرد ويقصد جماعة وأن القرآن صار على هذا النسق وأن القرآن أتى بما تعرف عليه العرب في كلامه مستشهد بكلام الكوميتي ابن زيد في متحه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إلى السراج المنير أحمد لا يعدلني رغبة ولا رهب عنه إلى غيره ولو رفع الناس إلي العيون وارتقبوا وقيل أفرط بل قصدت بل قصدت يعني أنا قصرت أصلا ده أن كده أتكلم بهدوء أفرط يعني في المتح ولو عنفني القائلون أو سلبوا لج بتفضيلك اللسان ولو أكثر فيك الضجاج واللجب أنت المصف المحض المهذب في النسبة إن نص قومك النسب طبعا شرح الأبيات لأستاذ محمود محمد شاكر في الهامش تحت ولست معني للآن بشرح الأبيات لكن هو كلام في ظاهره كلام الكوميت يتكلم في ماتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالأستاذ محمود محمد شاكر بيقول من شاء أن يعرف فضل ما بين عقلين من عقول أهل الذكاء والفطنة فلينظر إلى ما بين قول أبي جعفر في حسن تأتيه وبين قول الجاحظ في استطالته بذكائه حيث يقول في كتابه الحيوان ومن المديح الخطأ الذي لم أرى قط وأعجب منه قول الكوميت بن زيد وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان مديحه لبني أمية لجاز أن يعيبهم بذلك بعض بني هاشم أو لو مدح به بعض بني هاشم لجاز أن يعترض عليه بعض بني أمية إيه نظرة الجاحظ في الموضوع هو عايز يقول له من الذي يعترض على أنك تمدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجعل الجاحظ يريد أمثلة من ذلك ولو أنه مدح بعض الخوارج لجاز أن يستطيل أن يعيب عليه ذلك مثلا العام ولو أنه مدح عمر بن عبيد لا جاز أن يعيبه المخالف أو لا مدح المهلب لا جاز أن يعيبه أصحاب الأحنف فأما مديح النبي صلى الله عليه وسلم فمن هذا الذي يسوء ذلك ثم أنشد الأبيات السالفة وقال ولو كان لم يكن عليه السلام إلا مثل قوله وبورك قبر أنت فيه وبوركت به وله أهل بذلك يسرب إلى آخر الكلام فلو كان لم يمدحه عليه السلام إلا بهذه الأشعار التي لا تصلح في عامة العرب لما كان ذلك بالمحمود فكيف مع الذي حكينا قبل هذا هو الجحث هنا لم يفهم أن الكوميتة هنا قصد مدحه لآل البيت ولم يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالإمام الطبر رحمة الله عليه تكلم أن العرب قد يتكلمون عن فرض وهم يقصدون جماعة ولا يقصدون ذلك الفرض بذاته فهو عندما يتكلم أن الناس قد يعني ولو أجلب الناس علي أو صخبه لا يقصد في متحه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يشير بمتحه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال الأستاذ محمود محمد شاكر في كلام يعني اشتد فيه على الجحث قال والجحث تأخذ قلمه أحيانا مثل الحكة لا تهدأ من ثورانها عليه حتى يشتفي منها ببعض القول وبعض الاستطالة وبفرط العقل ومع ذلك فإن النقاد يتبعون الجحث ثقة بفضله وعقله فربما هجروا من القول ما هو أولى فتنة بما يقول أنا أرى أن أحد الجوائز العظمى التي قدمها محمود محمد شاكر لهذه الأمة في هذا العصر بالذات هو أن كسر ذلك القيد الذي وضعته الفرق المتكلمة بنظرها وتسليطها ما كان أجنبيا عن العربية وعن سنن العرب في البيان والكلام يعني الجحث الآن اعتراضه على كلام الكوميت اعتراض عقلي لكن هل وعى الجاحث أن العرب من سنتها في الإبانة أنها تقول عن الشخص وتقصد الجماعة أو أنها تقول عن الجماعة وتقصد شخصا لا إذن لم يضع الجاحث ميزانا عربيا وإنما مضع ميزانا عقليا من فرط ثقته بنفسه واستطلطه بذكائه وأنه هكذا نسل الكلام نسل الكلام مثلا سن محمود محمد شاكر كان من الترائف وأنا أقول لكم أنه كان يمد ذلك النظر العربي في الأشياء قبولا ورفضا يعلموا كيف كان يتكلم العرب كيف كان يحيى العرب كيف كان خلق العربي كيف كان النبل عند العرب ما الذي كان يمدحون به الشخص وما الذي كان يذمونه به ويجري هذه الأصول في أعصاب البيان فيجلوه جلاء حقيقيا بعدما كان معتما بأصار العجمة وأغلال الكلام أقصد الكلام المحدث يعني أنا بكرر أقصد وأقصد هكذا في الكلام لأن كثير من الناس قد يترق عليه الكلام يعني الكلام المذموم له علم الكلام يعني له الاستطالة العقلية والنظر المنطقي والفحص الأرستي لسنن كلام لم يتكلم به العرب أصلا ولم ينظروا فيه فمن الترائف في ذلك أن الأستاذ أحمد رحمة الله عليه الذي كان له برنامج نور على نور سأتذكر أن أحد المذيعين الكبار رحمة الله عليه جاءه إلى البيت ومعه رئيس الإذاعة وكانوا يريدون أن يعقدوا مسلسلا إذاعيا فيما يسمونها مسلسلا يعني ديني أستاذ أحمد فرق فذهب إلى الأستاذ محمد شاكل وقد كان واسطة ذلك للرجل الذي كان رئيس الإذاعة وأتوا إليه بما يقال عن السيناريو الحوار لهذا المسلسل لكي ينظر فيه الأستاذ فالأستاذ منسك السيناريو كده وأول ما بص فيه ألقاه قال إيه إذا تهريك كعادتي يعني رحمة الله عليه فالأستاذ رحمة فراج رحمة الله عليه أسقط في يد يعني رجل أول مرة يأتي إلى بيت المحمد محمد شاكل فقال له يعني أستاذ من حفظ إيه التهريك في كده قال له هنا يكون حوار بين رجل عربي وبين آخر فيقول له يا سيدي هاتلي كده واحد من العرب كان بيقول لصاحبه يا سيدي العرب لم يكونوا يقولون هذا يقصدوا أن هذا كان من شأن إيه العبيد والإيماء سيدي دي لكن عربي يقول لصاحبه سيدي لا يتألوش كده فهذا لا يقول له العرب هذا لا يقول شوف حتى جماعة في في هذا الموقف الذي يكون عابرا ليس في مجلس علمي ولا في تحقيق علمي ولا في دراسة أكاديمية لكن هذا رجل يحيى حياة العرب حتى في بيتي حتى في أخص الأشياء رسول محمد محمد شاكر كان لا يلبس الروب وهذه الأشياء كان يلبس السوب العربي وكان إذا هبط إلى السعودية أو إلى الكويت مثلا يلبس ثيابهم جلبية والعقال والشماه وهذه الأشياء فكان هكذا كان يحيى هذه الحياة العربية ويتبع هذا أيضا عندما تريد أن تقول كل ما شئت في رد مثلا تفسيرات محمود محمد شاكر مثلا لكلام المستشرقين أو لسنن المستشرقين أو لطريقة المستشرقين في الكلام أنه أخذهم هكذا ضربة لازبين فجعلهم جميعا في سلة واحدة وأنه أسقطهم جميعا برمتهم أسقطهم جميعا برمتهم مرة واحدة لا قد يكون هذا مقبولا لكنك إذا نظرت ما السبب الذي بعث محمود محمد شاكر لكي يكون رافضا هذا الأمر القضية عنده ليست قضية أن هذا المستشرق يعني ليس يعني من ديننا وهو كمان بيحقد على الإسلام وشارفه محمود محمود شاكر القضية ديت لم تكن بعثه الأساسي وأن كانت طبعا حاضرة أكيد لكن هو يقول هذا المستشرق كيف له أن يدير لسانه في دوات عربية هذا رجل أعجمي أن له أن يفهم عن العرب وأن يحقق كلام العرب وأن يقول إن المقصودها هنا كذا وإن المقصودها هنا كذا وذلك في مقدمة لطبقات في حل الشعراء أمسك يوسف هيل هكذا وتلاحب به يعني أراد أن يقيم للأولئك الذين فوتنوا بمنهج الغرب وأنهم كلما أتتهم فكرة غربية عقور أو عاقر مرتدية قبعة أذعنوا لها فجردهم من هذه الطيالسة كلها وقال لهم هذا هؤلاء لا يفقهون العربية هذا هو الأصل وهؤلاء لا ينتمون إلى هذه الحضارة لم يعيشوا هذه الحضارة وهو كان يقول إن الثقافة كان متوفق مع تي اس إليوت أن الثقافة والدين وجهان لعملة واحدة أنك لا تستطيع أن تقول إن هناك ثقافة عالمية لا هناك أمشاج من الأفكار والتصورات والعقائد والأفكار كل هذه تكون نتاج الدين الذي تؤمن به هذه الأمة وكذلك لا يلتقي هذا مع شيء من الحضارة الغربي ولذلك كان رده مثلا على زاكي نجيب محمود زاكي نجيب محمود رحمة الله عليه الدكتور زاكي نجيب محمود الدكتور الفلسفة الكبير المعروف الدكتور زاكي نجيب محمود مثلا كان يتكلم مرة عن كلام للجاحثة في كتاب الحيوان فتكلم عن أن رسم السلطان نختم السلطان بما يجب بما يلزم من الحجة هكذا قراءة وكانت موجودة هكذا في نص الحيوان الذي نشره العلامة الأستاذ عبدالسلام هرور رحمة الله عليه بما يجب رسم السلطان من الإذعان والحجة فقال يريد الدكتور محمود يقول إن العرب كان إذا رسم السلطان شيئا صار هذا حجة لا تقبل الكلام هو عايز يستدل على هذا بذلك فرسول محمود محمود شاكر قال له هذا ليس صحيحا لا كلام العرب ولا النظام العرب ولا طبيعة العرب ولا السياق ولا يعقل أن يكون هذا لكن الصواب في هذه الكلمة بما يجب السلطان من الإذعان والخدمة ومش الحجة وأن كلمة الحجة هنا تصحيف وتحريف ما الذي جعل محمود محمود شاكر يهتدي إلى عين الصواب هنا هو أنه رجل عربي ينظر نظرا عربيا العرب لا تقول هذا العرب لا تقول هذا ولو أنك أدرت عينك في تفسير التبر مثلا يقول لك والعرب لا تقول هذا ولا تعرف العرب هذا مثلا وتلاقي في كلام الأئمة الكبار الأقدمين وهذا هو أحد الأشياء العظيمة التي بعثها محمود محمود شاكر في هذه الأمة أننا نفسر الشعر على مراد أصحابه كما نظر إليه الأولون لا المتأخرون ولا الذين دخل عليهم الداخل باتكائهم على ألفاظ المعجم ففسروا الشعر تفسيرا أجنبيا عن مراد صاحبه وهذا معنى عظيم جدا تكلم فيه محمود محمود شاكر رحمة الله عليه أن الشعر لا يفسر بالاتكاء على ألفاظ المعاجم لأن المعاجم وضعت من أجل الدلالة على أصول المعاني لهذه الألفاظ فلو أنها كانت يعني وضعت لمعرفة مقاصد الشعراء ومجازاتهم ومخارجهم في الكلام ووضع الكلمة يرادوا بها معنى غير المعنى الذي كانت مقصودة به في الأصل في جذرها اللغوي فإن هذا سيخرج المعاجم عن أن تكون مكانا لفصل الألفاظ ومعانيها إلى الكلام في البيان والبديع والبلاغ وهذه الأشياء وهذا ليس مكانا المعاجم المعجم إنما يدلك على أصل معنى الكلمة ولا يدلك على ما يستخدمه شاعر من الشعراء في هذه الكلمة ولما يستطيل به شاعر ويتجاسر به على لغته ويكون بارعا يكون عبقريا فيضع بعض الألفاظ إذا فسرتها تفسيرا لغويا تذبحها وذلك كان يقول المرزوق إمام جليل في اللغة لكنه لا بصر له بالشعر الشعر ليس مجموعة من الألفاظ المتراكبة تفك كل لفظ وفق ما يقول المعجم لا وهذا هو شيء عظيم الذي عاد به محمود محمد شاكر بهاء البيان مرة أخرى أنت لو أتيت إلى البيان مصحوبا بالاتكاء على الأفاظ المعجمية أو ما تداوله الشراح في أغلبهم لأن بعضهم كانوا يفصلوا الشعر على مراد العرب قديما كما فعل الأسود الغندجاني في رده على السيرافي وفي تفسيره الأبيات فكان من القواعد التي أرساها وأكد عليها محمود محمد شاكر أرساها مثلا الغندجاني وقبله لأن هذه القواعد ليست محدثة من عند الغندجاني أو غير هذا هو سلم العرب في الكلام فكل لك إنك لن تستطيع أن تفهم كلام العربي حتى تعرف أرض العرب حتى تعرف مواسم العرب حتى تعرف أيام العرب حتى تعرف أنساب العرب هذه العلوم لازمة لكي تستطيع أن تدخل فتفهم كلام العرب حتى يستقيم لك أن تقول هذا لا يقوله العرب أو هذا لا يقوله شاعر من الشمال هذا يقوله شاعر جنوبي أو هذا لا يقوله ابن صحراء هذا يقوله رجل من أهل الحاضرة ولذلك في كتاب المطرب على ما أظن إن شاء الله أذكر اسمه كتاب في تفسير لامية العرب المنتخب في تفسير لامية العرب ذكر خبر النفيس لم أجده في غيره أن الوزير ابن هبير رحمة الله عندما جاءه رجل فقص عليه أن قصيدة الشنفرة بالأهل الفترة أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميال القصيدة فقال له إنهم يقولون إنها لخلف الأحمر قال ما ليس فيها بنة الحاضرة ولكن فيها رائحة لكن فيها رائحة البداوة هذا العبق الذي يشمه من يتضلع من هذه العربية ويعيش مع العرب ويخبر العرب وينظر في سلوك العرب وفي مشارب العرب وفي طبائع العرب ليعلم هل قال هذا أعدمي أم عربي هل قال له حضري أم بدوي هل قال له رجل من نجد أم قال له رجل حجازي كل هذه الأشياء تأتي بالضربة والخبرة حول محمد شاكل اعتزل الناس عشر سنين ليس له شغل في حياته إلا النظر في البيان وسماع البيان نظر في البيان بقلبه وروحه وجغ ريحه والاستماع إلى هذا البيان يستمع إلى الخالجة المكتومة إلى الآهة المقفلة إلى الدمعة الحبيسة إلى الشوق المتوقد إلى الحيرة الملتهبة ينظر في هذا فتجسدت بين يديه الحروف شخوصة فصار يعي ويبصر إذا قيل بين يديه حرف أو نص بين يديه بيان أن يعلم نسبة هذا البيان وهذا بالمناسبة أقول إن محمود محمد شاكل جعل هذا جليا واضحا لكن مثلا الرافع رحمة الله عليه وشيخه وكان إماما عظيما في البيان أنت ما كان يرد على بعض الآباء رؤوس النصارى ممن كانوا يتكلمون في العربية الأب أنستاذ الكرملي فأستاذ الكرملي تكلم عن العج والسج وفسره تفسيرا محدثا جدا فالرافع كان وهذا هو الشاهد قال له يعني لقد أفنيت عمري هباء إن لم أكن أعلم أن هذه الألفاظ ألفاظ محدثة وأن حروفها تشهد عليها شهادة العدول يا سلام هذه الإمامة عندما تضلع الإنسان ويكون له أنس ودربة وذوق بالعربية وليس الذوق ذلك المعنى الساذج لكنه الذوق المؤسس على العلم وعلى القراءة وعلى المطلعة وهذا أيضا أمر سأشير إليه في النظر إلى محمود محمد شاكر فهذا هو الذي يعني يبهرك في محمود محمد شاكر حتى في تفسيره الشعر لا يتابع مقلدا معصوب العينين ولكن له نظرا مستقلا قائما على النظر إلى العرب يعني عندما تكلم عن بيت ابن أخت تأبط شرم مسبل في الحي أحوى رفل وإذا يعدو فسمع أزل فقال إن مسبل فر منها المرزوق وقال لي على غير عادته في اللجاج والثرثرة رحمة الله عليه وسكت عنها التبريز وابو العلاء قال مسبل من إسبال السوب والآخرين فقال لا وكل هذا باطل معرك في الغساسة قال كده رحمة الله عليه قال وإنما مسبلنا هنا يقصد به فرسا ضافي السبيب يختلف مشيته ويتبختل إلى آخره وهذه الصفة ينبغي أن تضاف إلى صفات الخيل في اللغة كيف اهتدى بحمود محمد شاكره هذا رجل أبصر ديار القوم وعاش معهم ونزل منازلهم بروحه وصاحبهم منقطعا عن الناس في نسقه في خلوته الناسكة هكذا كان بحمود محمد شاكره فتراه يرد على ابن فارس يقول لك أن ابن فارس أنا في شك منه لا أخذ كلامه إلا بشاهد لكن الأصل عندي أنني أشك في كلام ابن فارس ليه مش عشاني ابن فارس عنده ليس ثقة لا هو يرى أن ابن فارس لم يكن ينظر إلى الأمر نظره لحرارة وإنما كان يحكم قواعد عقلية في العربية والعربية ليست أكد العربية كائن حي كائن حي ينبغي أن تبصره أن تعيه أن تنظر إليه أن تصغي إليه أن تصغي إليه أن تحترمه أن تجله حتى تستطيع فهمه والإبانة به والبيان عنه هذه العربية لابد أن تصبها في عصابك وروحك فأسقط معنى أنك تتكلم مع العرب لأنك تحمل معجما هذا تعامل السائحين السائح الذي يدخل بلداً لا يورياً يحصلوا كلاماً مع أهلية فننظروا في كتاب ويرددوا ما في هذا الكتاب لا العربية وتصرف الشعراء وأهل الإبانة في البيان أكبر من المعاجب أكبر من المعاجب حتى هذه النظرة يعني في الشعر مستقيمة عنده وكان ينظر إليه نظراً عربياً وفي الشرع كان يرفض كل ما يكون مخالفاً لما كان عليه الأولون سواء ما وسعهم يسعون وما كانوا ينظرون إليه ننظر إليه نظرهم لذلك كان يرفض الفرق والجماعات وكان شديداً جداً على تلك النابتة التي أحدثت الفرق والجماعات وأحدثت تلك الشلوخ في الأمة كان شديداً جداً على هذا لماذا؟ هل شدته لأن هؤلاء يعني مسلمون ويريدون كذا؟ لا هو يرى أن هؤلاء يريدون قطع هذه الأمة عن تاريخها وكأنهم يصورون هذه الأمة أنها ظلتها كذا ثلاثة عشر قرن في غيابة الجب حتى جاء هؤلاء ليجددوها مرة أخرى فجاءوا في ديننا بما ليس من ديننا ولذلك يفجأك أو لا يفجأك عندما يأتي إليه شاب فيقول لو نريد أن ندرس الأدب دراسة إسلامية وبعدين الولد يقعد قال له تعال هنا تعال أنا أعرف من هذا الكلام أنت لقنته يعني ثم قال له اسمع أبو لي واسمعوا جميعاً أنا لا أفرق بين من يقول هذا الكلام من إسلامي هذا اليوم وبين الشيعيين كلاهما يريد هدم تاريخ هذه الأمة في ثلاثة عشر قرناً فإذا لم يكن ما كتبه الأولون وما كتبه الأئمة إذا لم يكن هذا منهجاً بين قوسين الإسلاميين فلا أستطيع أن تطالبني أن أتي إليك من منهج الإسلام هذا هو من منهج الإسلام أبو نواس شعر إسلامي كان الدكتور عبد الكدوسة أبو صالح يقول لك أبو نواس رسول محمد شكري قال له شعر إسلامي رغماً عنك يعني واسعته هذه الحضارة وما كان يسع السلف لا ينبغي أن نتعامل معهم بمعاول الورع البارد كانوا يتنشدون الأشعار وكانوا يتكلمون في الغزل وكانوا يتكلمون في الشعر وكانت نفوسهم حية لكن يرى أن هؤلاء المتأخرين جمعوا جهلاً وألبسوه جمعوا جهلاً وعدم تحقق بمراض الله عز وجل وألبسوه ثياب الدين فحتى هو كان ينظر إلى هذا نظراً أخر حتى كان ينفي عن هذا الدين لا أقصد زغل أولئك المحدثين ولكن أيضاً كان يرفض أن تشيع في الأمة تلك الكتب التي تعمل قواعد اليونان في ديننا أو النظر في الكلام المبتوط عن بصيرة السنة وهدي السلف فمثلاً كان هو سبباً لما تكلم مع صاحبه وكان وزير الأوقاف الدكتور أحمد حسن الباكور رحمة الله على الجميع قال له يعني كيف تنشرون كتاب القاضي عبدالجبر المعتزل المغني وتنشرون تراث المعتزلة في الأم ولا تنشرون كتب أهل السنة فشوف محمود محمد شاكر وهذا تقريباً أعتقد أنه قد انفرد بين الأدباء لأن لفظة أديب عند الناس دائماً يعني ملحقة بالخلاعة والمجون وأن هذا الرجل لا يفقه في دينه شيئاً ولا يعلم شيئاً ولا يتكلم في الدين بشيء أبداً محمود محمد شاكر ذلك الأديب والإمام هو الوحيد الذي استطاع أن يفوك مغليق وتفسير أبي جعفر الطبري رحمة الله عليه ويشهد بهذا أهل العلم الرصيخ محمود محمد شاكر قرأ الطبري وعاشه وذاقه وحي به حتى إلا قد حدثني بعض أصحابي بمن عامل في النسخة الثانية من تفسير الطبري بعدما يعني اتسعت خزانات العلم وصار الوصول للمخطوطات أيسر بما كان يعني محمود محمد شاكر يعني إيه المخطوطات اللي كان فيها بين إيديه كان يقول لي صاحبي هذا أستاذ محمود شاكر يقول مثلا في النسخة خرم أقدره بكذا ويكتب الكلام فيقول نجد أن كلام اللي قدره محمود محمد شاكر أن الأب جعفر قاله نجد أن أب جعفر قال هذا الكلام أو قال معناه وأن نظرة محمود محمد شاكر كانت صحيحة هذا النظر العربي هو الذي هداه إلى أن لا يسلم عقله لما تواتر عند السماري وأحلاس المجالس في نظر إلى المتنبي لا جاء إلى المتنبي في نظرة عربية وفسر كلامه تفسيرا عربيا واكتشف علوية المتنبي بذوقه مع أنه قد لقف موضعا في خزانة الأدب للبغدادي وأن المتنبي كان يذهب إلى كتاب للعلويين أو إلى أشغاف العلويين ففرض فرضا أن المتنبي كان علويا وأن هذه الحروب وأن هذه المعارك وهذا النبز الذي نبزه كان بسبب أنه يعني علم أنه من أصول علوية واهتدى في هذا حتى عند تفسيره كلام المتنبي مثلا لما يأتي يفسره تفسيرا عربيا يقول لك إيه وعندما أرسل المتنبي إلى أرسل إليه سيف الدولة كتابا بعد ما سابه أرسل إليه كتابا يعني خطاب فكتب أبو الطيب فهمت الكتاب أبر الكتب فسامعا لأمر أمير العرب فرسل محمود شاكر بقول إيه فإذا كان المتنبي أقصد هنا فهمت الكتاب كما يعتقد الناس لأن فهمت الكتاب يعني أنا عرفت أنت تقصد يعني معرفة يعني معاني الكلمات فهذا لغ يتنزأ عنه عقل ذلك العربي إنما فهمت هذا الكتاب يعني فهمت ما تشير إليه وما ترمز إليه والرسائل والأسرار التي فهمته مرادك منه ليس فهمته معاني الكلمات معاني الكلمات يعني المتنبي بشيكتب فهمته يعني كان من لغة أخرى فاستطاع أن يترجمه يعني ولما تكلم عن علاقة المتنبي بدر بن عمار وأن بدر بن عمار كان مثال العربي عند المتنبي وأن المتنبي كان يأنف من متح الأعاجم هذه الأشياء كده في كل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنها غنم يستخشن الخزة حين يلبسه وكان يبرى بظفره القلم وهذا هو الذي دعا أبو الطيب باستطالته بلسانه في خبث بصراحة في كافور كافور يعني في ترجمته كان رجل يعني يحب الصالحين وكان مقربا للماء لكن أبو الطيب كان يستهن به لماذا؟ لأنه رجل عربي ويرى أن العرب يحكمهم معرب ينبغي أن يحكمهم معرب فهذا هو النظر الذي عندما تنظر حتى المتنبي لماذا؟ يعني حتى هذه الأخطاء والأغلاط والمشاكل التي كان يحدثها هذا رجل كان عربيا يريد أن يكون للعربي إساسة من العرب ويسوسونهم ويقودونهم من هذا أيضا هذا النظر العربي أنه كان يرفض للحضارة الغربية يعني محمود محمد شاكر كان يتكلم الإنجليزية كأهلية وكان يقرأه شيكسبير في لغته الأصلية وكان أصل له ترجمات عظيمة للأسكار وايلد وغيره لكن طب لماذا ترفض وأنت يعني كان بارعا في الإنجليزية ماذا ترفض الحضارة الغربية؟ لأنها ليست حضاراتي هي مش القضية يعني أنا لا أريد أن أحيا بعقل مستلبة وبعقل مستعار ولذلك كان رده على محمد عود صديقه في أباطل أسمر في مقالة كذا أنا أرفض هذه الحضارة وحتى عندما تتسلل ألفاظ ليست من حضاراتنا ولا من ديننا إلى ألفاظ الشعراء إلى أقلام الشعراء كلفظ الخطيئة والصلب والفداء كان يقول أن هذه الألفاظ ليست تمثل عندي شيئا أنا كمسل يعني هو بيقول إيه هو محمود محمد شاكل مش عارف عنين الخطيئة والصلب والفداء عارف بس بيقول إيه أن هذه الألفاظ بالنسبة لي لا تمثل لي شيئا أصل ليس لها عندي معنى فأنا كمسل إيه معناها عندك؟ أنا كعربي إيه معناها عندي؟ فشوفوا النظر العظيم حتى لمحمود محمد شاكل ولذلك كان يتكلم فيقول كلمة ربما يعني يعتقد بعض الناس أنه يعني في أي شيء المبلغة هذه أنه كان يتكلم فيقول أني لو لم أؤمن بلغتي أو كفرت بلغتي لفقدت الشطرة الأكبر من إيماني يقصد أن هذا اللسان لا يستطيع أحد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الفهم الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يحذق العربية وحتى يتقنها وهو يرى أن الناشئة وأن كثيرا حتى من الذين برزوا أنهم يدعون إلى أهمال العربية والإزراء على النحو واللسان العربي والمعاجب وأن هذه الكتب الصفراء وأن هذه الأشياء والعروض واللغة والشعر وهذه الأشياء كل هذا من التفاهات وأننا نبغي أن نترك هذا كله أبدا البيان وكنا ذلك قبل ذلك البيان أصل الإنسان وأن الإنسان كلما تسعى بيانه تسعت إنسانيته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقد كان أفصح الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لذلك كان أعظم إنسان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالإبانة والاستبارة والكلام وله كلام نفيذ جدا لابد أن تقرؤوه في مقالاته المتنبي ليتني ما عرفته وبالمناسبة عنوانات الأستاذ عنوانات أخاذة جدا 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 يعني في أباطل الأصمر ليس حسنة بل معيبة بل قبيحة هذه معنواناته مقالاته هذه القضية هذه أخباره هذه آثاره كاد النعام يطير هكذا يأتي كتبه حتى نمط صعبه نمط مخيف قصيدته الباذيخة قوس العذراء لأنه كان شاعرا والأستاذ مها عبد الحميد بسيوني كان يقول محمود محمد شاكر شاعر إذا فكر شاعر إذا حقق مسألة شاعر إذا حقق كتابا شاعر إذا نشر شيئا يعيش يقصد لا بنفس الشاعر لا يكتب محمود محمد شاكر اللفظة من خارجه بل لابد أن يمتزج اللفظ بدمه وعصابه حتى صبغوا ذلك سبغة عربية تامة فعندما أراد أني أعالج وكان قد أصيب في عيني حتى أشفى على العمى فتدخل الأمير نايف رحمة الله فاختار السفر إلى إسبانيا لماذا إسبانيا أرض أجدادي كانها هنا المسلمون ما أختارش مثلا ولم أدعاه الأستاذ أحمد زكي يماني إلى مؤسسة الفرقان في لندن فذهب إلى هناك يعني ذهب حبا له وتخبرني زولفة الله يحفظ ابنة الأستاذ أن بابا كان ما بيرضاش يتكلم بالإنجليزية ما أنا قلت لكم أنه يتقن من جلزاتك أهله وكانش بيرضى يتكلم من إنجليزية وهو هناك يخلي فيه مترجمك رجل عجيب جدا يحيى ما يحيى هذا المعب يحيىه حتى في سلوكه كان عرضيا حتى في في تعامله مع أصحابه عادي أن رجل يأتي أصحابه يقعد في البيت ويبيت عنده كده لازم البيت مثلا محمود حسين إسماعيل يحيى حقي نصر الدين الأسد عبد الحبيب السيوني عادي أن أنت كنت تدخل تلاقي واحد من دولة بيت عادي بيته يتعامل وتعامل مع العربية الدكتور محمود الربيعي يقول إن أستاذ محمود شاكر كان مرة في الكويت فرايح لغدا فقال له تعال معي يا محمود قال له أنا أستاذ لم أدعى يعني وكده ومش عرفين قال له يعني أنت مش عربي أخي يعني لازم تدعى يعني تعال يعني يرى أنا العربية لا يصدوا عن طعام هكذا كان يفكر حديث الأستاذ الجمعة اليسين إن كان الأستاذ ينزل مع الحماسة لا بيتمموا المصحف والإثنين دولة وكان ينزل ما معهوش فلوس ولا أي حاجة يقول له ادفع يا جمعة يروح مثلا الحرم زلفة وهي صغيرة تحتاجه شيئا تفاح ولا حاجة يقول له يا جمعة روحت لا لا يتعاملوا بهذه 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 الأزياء المسترعة التي كست أخلاقنا من النمط الحضارة الرأسمائلية الحديثة لا تعاملوا بعربيته تعاملوا بعربيته وحتى سبحان الله هذا كسى خلقه أيضا شيئا عظيما طبعا أنا من أغرف الناس يعني بأسواء محمود محمد شاكر وأغلاطه وأخطائه وكده لكن أنا لم أحب محمود محمد شاكر باعتباره نبيا ولما أتكلم عنه باعتباره معصومة هذا رجل عالم له ما له عليه ما عليه لأن بعض الناس مثلا عندما تكلم عن ظل النديم وقال يعني أنه وقدان بيتكلم والذي جاي منه صحة محمود شاكر كانوا لده يسقط يا حمار وقعد مش عارفه أي مع أن هذا كان حبيبا إلى الذين كانوا يتكلمون معه يعني مثلا يقول لك يا حمار خلاص أنت عرفت كده أنك صرت يعني إيه أزال عنك أول ما يكلمك ناس يقول لك يا أستاذ أو يا دكتور خلاص يعرف أنك ما زلت في الحجاب نقول تعالى أين يا حمار أنت متفكرش مش عارفين خلاص كده خد عليك طبعا لا أسوي وهذا ولا أحب أن أصلا لا أحب أصلا أن يجرح أحد أحدا ولو قطة ولو نملة بس أنا أتكلم أنا دي طبيعة لكن مثلا كان في تعليقه على الشعر أو حتى في تعاوله مع أصحابه كان هذا الجانب العربي مهم جدا حتى في تفسير الشعر له تعليقاته نفيسة يعني لا أتكلم تعليقاته نفيسة في الإبانة إن شاء الله لكن تعليقاته تظل أقصد على هذه الروح العربية التي كان متشبعا به يعني مثلا ما يتي عند النابغة الجعدي رحمة الله عليه ورد ورد فيقول الأستاذ محمود محمد شاكر في بيت النابغة تعليقا على بيت النابغة صبور على ما يكره المرء كله سوى الظلم إني إن ظلمت سأغضبه محمود محمد شاكر ليس كالمحققين اللي يقول لك خلاص يخرج البيت خلاص يخرج بيت النبيل حتى في مشة النساء ترائبها مسكولة كالسجنجالي أتكلم عن لذلك أمر الله عز وجل النساء المهم يضرم بخمورهن على جيوبهن وبعدين يتكلم عن مشة المرأة في أبيات جرير على ما أظن تهدى في السياب كما تهدى حباب الماء يتبع الحباب فقال وَنِسَاءُ زَمَانِنَا يُرِدْنَا أَنْ يَمْشِينَ مَشْيَا مُذَكَّرَ يعني هو حتى يرى أن هذا ليس سمت العرب أن هذه عجمة عجمة حتى في السلوك وأيضا من جانبه العظيمة جدا أنني كنت أكبر فيه أمرين عظيمين طبعا هو رجل أقدم الأمر الأول وأختم بالأمر الثاني الأمر الأول أنه يجل العلم جدا لا يقبل الاستهانة في العلم وكان كل استخفاف أخدود الزلل يذكرني بكلمة جاء رجل الإمام مالك رضوان الله عليه فقال لو أريد وأن أسألك نسأة خفيفة قال لو ليس في العلم خفيف إن سنلقي عليك قولا ثقيلة فكان محمود محمد شاكر أيضا ينظر إلى علم هكذا وعندما تقرأ وتنظر في الكتب التي نشرها تجد أن هذه الكتب كتب معالم يعني دلال العجاز أسرار البلاغة تفسير الطبر إمتاع الأسماع هذه الأشياء كان يرد هذه الأمة إلى عربيتها وكان ينشر لهم الأصول التي تنهض بهم حتى عندما تجد هنا تفسيرات قد تبدو لك سطحية أو ساذجة في تفسير الحملة الفرنسية وهذه الأشياء وكلام من ده اعلم أن هذا رجل ذاق وبال الاستعمار فنشأ بغيضا إليه هذا الاستعمار وكريها إليه كل ما يمط إلى هذا الاستعمار بصلة فقد تجد من هذا البحر الفوار نثارا من الأشياء التي ليست صحيحة لكن خذ منه ليس أن تسلم له تفسيره لنشأة الحملة الفرنسية مثلا وأسباب الحملة الفرنسية وقضية محمد عبدالوهاب والشوكاني والزبيدي والجبرتي لا خذ منه النظر العربي أن الإنسان ينظر إلى الأشياء منتميا إلى هذه الأمة سواء أصاب أو أخطأ لا أن يعيش بعقل مستعر لا أن يعيش بعقل مستعر فالأستاذ كان يجل العلم جدا جل العلم جدا ويجل أهل العلم مهما كانوا ومن كانوا وأي أن كانت ديانتهم بالمناسبة يعني كان صديقه المقرب جدا مكدي وهب ولم يكن مسلمان كان له أستاذة وكانت له يعني ناس كثيرون ممن ليسوا من مسلمين يعني الناس تعتقبا محمد شاكد بقا مش عارفين كانت له جارة مسيحية وكان يعملها كأمه فإنت عندما تتعامل مع هذا الأمر طب لماذا هذا الرفض هذا علم هذا دين هذا له حرمة وكان ذكر الدكتور صلاح فضل في مقالة له في مجلة العربي أنه قال يعني يا أستاذ أنت لي ما بتتألفش كتب لماذا لا تؤلف كتبا مثل هذه التي في مكتبتك فأنت يعني مثلهم رأسا برأس فقال موضى زنب الحمير والجهل اللي علموك في الجمع يعني هو عايز يقول له أنا نسته هكذا ومحمود محمد شاكد عندما نشر الكتاب العظيم للطبري انظر يا جماعة في مرايا كتبه وما داخل كتب وما يسميه علماء الرواية عتبت النص محمود محمد شاكر بين يدي تهديب الأثار أول ما تحرك الغلاف ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال أبو عمر بن العلاء وعندما يتكلم عن التصحيح وتضعيف في بداية تهديب الأثار يقول أنا رجل قد رضعت من ثدي عجز وثدي جهل فأنا لي أن أصحح وأن أضعي وأن الأمة الآن لسنا في وزان أسلافنا وهذه الأشياء ولذلك كان رده الشديد على سيد قد عندما تكلم عن الصحابة وتكلم عن تاريخ بني أمية وقال يعني إن أمية لم يعرف قلبها الإسلام وكلام شديد وقبيح جدا فهل أصم حمود شاكر رد عليه ردا عظيما ويحكي لي الذين كانوا يشهدون مجالسه وأن أحدا لو تلقى وقوله أستاذ عبد الحمود بس إني ذكر ذلك وقد ذكرت ذلك في ظل النديم قال إن أصم حمود حمود شاكر مرة يعني حبينا إن إحنا نتفلسف يعني قدامه كده ونتكلم بقى عن الفتنة بين الصحابة وكده فيعني أبرقت السماء وأرعدت وزوجرات وهلت العواصف بقى وملأت البيت كله وهو كان يقول يعني يستشهر بالأصل الذي يقول إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فانتظر الساعة وقال أنا لا أقبل أن يلعن أولي أو أن يسبأ أولي دائما كان ينظر هكذا يجل العلم جدا يجل الأئمة يعني شوف كلامه عن كتاب جمهرة نسب قريش الزبير بن بكر شوف كأن محمود محمد شاكر كأن هناك عرسا في قلبه لأنه وجد هذا العلق النفيس فينشره بين الناس ويتكلم عنه كلاما معايشة لا كلاما محقق البارد محمود محمد شاكر لم يكن قلبه باردا بل كان متوهجا دائما وذلك كلما طرقت أبواب كتبه يعني كان أستاذنا الحبيب الكبير شعر فحل الدكتور عبداللطيف عبدالحليم أبو همام كان يقول وإذا كانت كتب الجاحث تعلم العقل فإن كتب محمود شاكر تعلم العقل والعزة تقرأ محمود محمود شاكر كده لا تجد قلبا مستخزيا يعني لما تكلم معه صديقه محمد مندور أنت بترضى على الويس عوض وتعمل مش عارف إيه وكلام من ده فبدأ المقال مرة أخرى مرة أخرى إني مرء لا ترهبه بوارك التهديد ولا لوائح الوعيد وأني مذخفت أن أشرك بالله عز وجل لم أخف أن أشرك به شيئا آخر وما سوى ذلك فدبر أذني وتحت قدمي كما قال زياد في خطبته البتراء تحسني فيه أن هناك عصفة دخلت عليك من الكلام وجل العلم جدا له حرمة يحب هذه الأمة يحبها جدا يجل هذه الأمة يعلم عظمة هذه الأمة وذلك كان يعلم دائما وما تكلم عن الغرب وما كان بينهم من مقاتلات وحروب وأخلاق وأسواء أخلاقية كان يتكلم لكي ينزع إغطاء الإبهار عند الناشئة الذين يتأدبون فهذا هو الأمر الأول الأمر الأخير الذي أختم به هذا الأمر يعني أنا طبعا فيه جوانب كثيرا لكن أحب أن أقول لكم يعني مختصر هذا الأمر أثر بي كثيرا ويعني رسول محمود محمد شاكر كان عونا لأصحابه مع أنه كان مبتلا في كثير منه يذكره بعضهم ذكرا خافتا هكذا في سطرين أو سطرين لكن رسول محمود محمد شاكر كم من رسالة دكتوراه خرجت من بيته وكم من بحث خرج من بيته وكم من علم خرج من بيته وانتسب إلى أصحاب ما كانت نسبة هذا العلم إليهم إلا نسبة السماع من محمود محمد شاكر فقط ولم يقدم له حتى ثناء أو شكرا ما ذكروا وقد كان بعضهم يقع له الأغلاط والأخطاء في كتابه فيجلس رسول محمود محمد شاكر قد يكتبه حوالي أربعين صفحة من الملحوظات والأشياء اللي في الكتاب ويرسلها إلى صاحبها خفية ولا يجعله مضغطا في ألسنة الناس إحدى الخلق النبيل محمد شاكر عنده أغلاط وأشياء زي أي إنسان لكن إذا جئت في النبل جئت في الوفاء جئت في أن يكون الرجل عربي الشمائل لا يجعله صاحبه يعني كان محمود حسن إسماعيل مرة أحسى تعبا كده حاله طب خش يا محمود ورحمد خلوه خش نامه جاب له أدوية ومش عارفه كانت عامله وفيش تكلف ولم يكن رجل منها للدنيا أبدا لم يكن يخضع لمال ولا لجاه ولا لمنصب ولا لشيء أبدا كان فريغا من هذا غاسلا يده حتى في المناصب وفي الزهد وفي الزهد حتى في معرفة الناس به وأن رجل يعني يصبر 13 عاما لا يكتب شيئا وقد كان ملء السمع والبصر وحتى بعد كتاب المتنبي وقد طار اسمه في كل مكان مرة واحدة سكت كان لا يحبه كان لا يتطلب الثناء من الناس وبعض الأحيان كنت تشوفه في مجالسه التي والحمد لله كان من رحمة الله عز وجل أن كنت سببا في حفظها بفضل أم فيه رحمة الله عليها كانت هذه المجالسة أخوة كانت أشرطة قديمة ملقاه فلما رأت حبي للأستاذ رحمة الله على الجميع وعنايتي به فأقلت لي أنها يعني هطلع يعني هذه الأشرطة لم يكن لها جهازها الذي يديرها الآن ما فيش مش موجود يعني حتى لو أن الأشرطة سليمة في الجهاز الذي يديرها قعدنا ستة أشهر تقريبا بمعاونة داخل حبيب رباطات النجار لكي نستخرج هذه الأشرطة ونهيئها وبعد كده ما شاء الله انتشر الدلقتي في النت وبين الناس فعندما تجد مثلا أن في المجالس ديت شوقي هي كليام ده ويرتجف بين يدي المتحي ويرتجف خاشعا مش ارتجف النشوة والطرب كان خاشعا وكان سريعة دمعة سبحان الله وجمع نقيضين عجيبين واحد يعني يهد ويقعد واحد تاني حنون داني الدمعة جدا يرى القطة تتنام على سريري فينام على الأرض لا يريد أن يزعجها وبيتهم مفاركة نموئلا للقطة كان دايما لا يزعج شيئا يحرك شيئا يؤنس أصحابه يسأل عنهم وكان كما قال العلمة محمد محمد الطناحي نفت الله عليه هذا الرجل أعتقده أوفى أصحابه يعني أو من أوفاهم يعني هذا الرجل العظيم جدا دكتور محمد الطناحي وكان الأستاذ يحبه جدا وكان سبحان الله كان بوابة الأستاذ إذا استغلق على الناس الدخول عليه وطب يعني إيه كلموا إنت إشفع لما أنت عنده فكانا كما قال العلمة دكتور محمد طناحي فإذا سفرنا كان آخر بيت نوضعه هو بيت الأستاذ محمد محمد شاكل وكان وكنا إذا أقبلنا من السفر نطلق باب بيته قبل أن ندخل على أبنائنا وأهلينا هذا الرجل أنا أعلم يعني أن فيه كتب قيمة صروحها في بيته ولم يطلب من أحد منهما أنت ما ذكرتنيش لي وانت ما ما تش لي كان يعرف سوءة من أحدهم ويسكت طبعا كان هذا أوراثه شيئا من الزهد في الناس وإن كان يعني بيته مفتوحا دائما وكان كريما جدا رحمة الله عليه كريم في غاية الكلام رحمة الله عليه وهذا أيضا من عربيته كان يحيى ما تتصورش أن عربي يكون بخيرا هذا كما قال المساء صلى الله عليه أي دائن أدوى من البغن هذا كانت لطافا من حقل محمود محمد شاكر وأرضه خصيبة وحقله مفعبا بأشياء كثيرة لكن لم أحب أن تطول المحاضرة وقد طالت عما أريد لكن أسأل الله عز وجل أن أجعل فيه النفع ونتفضل علينا بعفية وحسن وكرمه والسلام بارك الله سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين